السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم اه نتحدث في اه الاقران اليوم عن الشفطر اه فايف بنتكلم في عن الكيميكال بوندنج والنوع الثاني من البوندنج اتكلمنا في شفطر فور عن الايونيك بوند وان شاء الله اليوم هنكلم عن الكوفيرانت بوند اه بتختلف عن الايونيك بوند في عدة اه اختلافات مثلا الايونيك بوند بتتكون بتوين اتومز اه من متل ونان متل اما الكوفيرانت بوند فورميشن وكيرز بتوين او بم اثنان سي ميلار او بمن ان الم نستأحية اه تونونا نهات Lite اخشة او فرق ما بين الايونيك بوند مني وساته الادية المستموم وان الكوفيرانت منيشان الizza كوفيرانت بوند تكون مع بين ميكانيزمز باي وتش ايونيك فوند فورميشن اوكيز يعني هتلاحظ انه الميكانيكية بتكون فيها الايونيك فوند انه بيحصل الترانسفير للالكترون من ايون الى ايون اخر اما الكوفيرانك فوند بتتم عن طريق المشاركة انفوربس الالكترون شيرينج عن طريق المشاركة ما بين الالكترونات ما بين الضارتين ومكن تكون الرابطة سينجل بوند او دابل بوند او تريبل بوند في الايونيك كومباونز بتكون المركبات تحتوي على بستوف نيجاتيف ايونز اما في الموليك لار كومباونز اه بتكون الرابطة رابطة تساهمية الاول اينو كومباونز ار سوليدز اتروم تنبريتشر يعني في روم تنبريتشر في درجة حرارة الغرفة بنلاحظ انه المراكبات الايونية بتكون سوليدز اما في الموليك لار كومباونز اللي المراكبات اللي بتضمن الرابطة التساهمية اما تكون صليدز زير جولكوز as example او ديويدز as water or gazzzz or carbon as carbon dioxide مختلفة. مختلفة. إذا كان المادة تحتوي على الإيونيك صلد تدوب في الماء. إذا بيكون هذه موصلة للطيار الكهرباء. بالسبب طبعا ايش تشارجز او تشارج بارتيكلز الموجودة في السليوشن. أما الملوك لار كومباونز. اف سليو بالانواطر يوجو لي بروديوسيز ان نان كونداكتينج ايكو سليوشن يعني بتكون محلول غير موصل للطيار الكهرباء. طبعا الرابطة التاساهمية زي ما انت شايف. اما بتكون بين ضرتين متشابهتين. يعني مثلا الهيدروجين مع الهيدروجين. هذا نان متل نان متل بكونه رابطة هيدروجينية. الرابطة هذه بنسميها الرابطة ما بين الاثنين. رابطة كوفيرانت منط بين الهيدروجين والهيدروجين. رابطة كوفيرانت منط وهي سينجل كوفيرانت منط. بشارك واحد من الالكترونات الموجودة في الوان اس بتاع الهيدروجين. مع الهيدروجين رقم اثنين ايضا. مع واحد الالكترون موجود في الوان اس. والاثنين هيكونوا رابطة. سميناها الرابطة التساهمية الوحدية. الاثنين هذول لمن يندمجوا مع بعض. بعطينا الشكل البيضاوي اللي انت شايفه. انه الهيدروجين مع الهيدروجين. وبينهم الاثنين الالكترون على نفس المسافة من كل الذرتين. لانه الاثنين متشابهتين تماما. وقوة الجذب على كل ذرة متساوي مع الذرة الاخرى. اذا نكون هيدروجين موليكول والهيدروجين موليكول بنرمز له الرابطة التساهمية بداش. سينجل داش. اذا ايش تعريف الكوفيرانت موند. ما هو تعريفنا الكوفيرانت موند. الكوفيرانت موند زي ما انت شايف. بنقول. كوفيرانت موند 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 attracting the same shared electrons هذه هي الـ Compilent Fund إذن هي عبارة عن رابطة كيميائية تنشأ من التجادب بين نواتين لنفس الإلكترونات المشاركة زي ما أعطينا مثال H2 لاحظ هنا أنه الهيدروجين يحتوي على الضرة واحدة والهيدروجين الثاني تحتوي على إلكترون وضرة الهيدروجين الثانية تحتوي على إلكترون والاثنين كل واحدة زي ما أنت شايف السهم متجه من أحدهما إلى الأخرى والسهم الثاني متجه في الاتجاه المعاكس أي أن كل واحدة من الثرتين ساهمت بإلكترون وهذا الإلكترون بيقع في المنطقة المنتصف ما بين الثرتين وعلى نفس المسافة من كلا الثرتين وهذه اللي هي شايرد إلكترون بيرز شايرد إلكترون بيرز حنشوف اللويس استراكشور فور موليكلار كومباونز لما تكلمنا عن اللويس استراكشور في الآيونيك بونز وقلنا أنه بنرمز لا اللويس استراكشور لأنه الرمز ونحط حوالي الضطس والضطس هذه هي عدد الإلكترونات الموجود في المستوى الأخير أو في الغلاف الأخير في الضرة وهو بمثل تكافؤ العنصر نفس الكلام حنشوفه لكن لما كان في الآيونيك كان بنتقل من أحد الضرتين إلى الضرة الأخرى لكن اليوم حنشوف أنه مش حينتقل إنما حيصير في مشاركة ما بين الضرتين وحنشوف كيف اللويس استراكشور بعبر عن هذه المسألة فمثلا اللويس استراكشور سيمبل لفلورايد آيون الفلورايد موجود عنده في المستوى الأخير بتاعه في سبع إلكترونات إذن بنكتب الرمز F كابتال لتر وزي ما قلنا إنه دائما الرموز إذا كان من حرف واحد يكون كابتال لتر كان من حرفين الأول كابتال لتر والثاني سمول لتر هذا كلام ضروري إذن الـ F حواليها سبع إلكترونات لأنه مجموعة الهالوجينات بتكون في المجموعة السابع الرابطة ممكن تتكون من الرابطة الموجودة اللي هي رابطة تساهمية ممكن تكون من ضرورتين متشابهتين زي الـ هيدروجين هيدروجين بونت أو ما بين ضرورتين مختلفتين وفي الحالتين بتكون موليكول في الحالتين بتكون موليكول لكن في الحالة الأولى بيكون الموليكول الـ identical والثاني بيكون مختلف في إدارتين مع همو وهيتيرو الآن خلينا نشوف مثلا الرابط ما بين الـ هيدروجين و الفلور لاحظ الـ هيدروجين يحتوي على إلكترون واحد الفلور يحتوي على أو حوالي السبع إلكترون إذن الفلور يحتاج إلى إلكترون حتى يصل إلى حالة الاستقرار الـ رقم الرقم الثماني أي حوالي ثمن إلكترون إلكترون يستقر حوالي إثنين إلكترون عشان يصير شبيه في أقرب غاز قبل الهيليا إذن معنى ذلك أنه كل واحد من الثنين من الضرتين يشارك في إلكترون زي ما تشايف في هذه الحالة زي ما تشايف في هذه الحالة إن كل واحد من هم شارك بالثنين إلكترون أيضا ممكن يكون الغلاف الأخير يحتوي على سبع إلكترون إلكترون إذن كل واحد منهم سيساهم مع الآخر بإلكترون إذن معنى ذلك أنه حوالين كل واحد منهم ثمن إلكترون 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 إذا لو إجابة عدية الأول نية هيا 24 6 8 لو إجابة عدية 2 4 6 8 إذن كل واحد من الاتنين حواليها 8 من الإلكترون هذا الكلام ممكن يحصل بين ضرتين مختلفتين زي البرومين وزي الفلورين أيضا نفس العملية برضو تكون عندي رابطة تساهمية وحدية رابطة تساهمية وحدية لما نحن نكتبهم لولوس قلنا أنه الرابطة هذه بنرمز لها ب ما بين الضرتين هاي مثلا هيدروجين هيدروجين داش داش هيدروجين داش هيدروجين هيدروجين داش F لكن لاحظ أنه الالكترونات بقيت ظاهرة على الذرة الفلور على ذرة الفلور لأنه الذرة اللي ساهم فيها خلاص اندمجت في الرابطة أما باقي الالكترونات التي لم تشارك وعشان هكذا بنسمي هذه الالكترونات Non-Bonding Electrons إذن زي ما هو موجود Non-Bonding Electrons إذن هذه الالكترونات اللي باللون الأزرق سمناها Non-Bonding Electrons أما البلون الأسود اللي هي Bonding Electrons إذن اللي شاركت في الرابطة سمناها Bonding Electrons إلكترونات الرابطة أما التي لم تشارك بعد في الرابطة سمناها non-bonding electrons إذن الإلكترونات في عندي bonding electrons وفي عندي non-bonding electrons البonding electrons هي عبارة عن pairs of valence electrons that are shared between atoms is in a covalent bond هذا هو التعريف التاحة أما non-bonding electrons are pairs of valence electrons on an atom that are not involved in electron sharing إذن هذا يعني الالكترونات الرابطة هي أزواج من الإلكترونات التكافؤ التي تشارك بين الضرتين في الرابطة التسهمية أما non-bonding electrons هي عبارة عن أزواج من الإلكترونات التكافؤ الأكترة التكافؤ الموجودة على كل ضرة ولا تسهم في الرابطة ما بين الضرتين الآن طبعا هنأخذ أمثلة على الرابطة ما بين الأوبسوجين والهيدروجين في جزء الوطر في جزء الوطر طبعا جزء الوطر زي ما تشايف في الشكل المجسم هنا أكسجين with six valence electrons حوالي ست إلكترونات التكافؤ forms two covalent bonds مع الهيدروجين الكلام هذا موضح هنا لاحظ أنه هاي الأكسجين حوالي ست إلكترونات وبيلزموا اثنين إلكترون حتى يصل إلى حالة الأكسجين معناها هيوخذ من كل ضرة هيدروجين من الضرتين الموجودين في جزء الماء حيساهم معهم في اثنين من الإلكترونات وبالتالي حيصير حوالين الأكسجين في 8 إلكترونات إذا نوصل إلى حالة الاستقرار وحوالين كل واحدة من الهيدروجين في اثنين إلكترون وبالتالي أيضا نوصل إلى حالة الاستقرار وبنكتبه في النهاية O وحوالي داش هيدروجين داش هيدروجين إذن هنا في عندي الإلكترونات البوندينج إلكترونز المشاركين في الرابطة في عندي زوجيا من الإلكترونات اللي بنسميها النون بوندينج إلكترونز أيضا مثال آخر زي الأمونيا مثلا النيتروجين with 5 فيرانس إلكترونز فورمز 3 كوفيرانت بوند يكون ثلاث روابط تساهمية زي أنت شايف والشكل المجسم لل NH3 لاحظ الآن أنه برضو النيتروجين حوالي خمس إلكترونيات التكافؤ بتاعته ويحتاج إلى ثلاث إذن حيشارك مع ثلاث ذرات من الهيدروجين وبالتالي حيتحول إلى وزوج من إلكترونيات غير المشاركة نيجي مثلا الغاز الميثان CH4 الشكل المجسم بتاعه أيضا زي ما أنت شايف أنه الكاربون with 4 فيرانس إلكترونز حواليه أربع إلكترونيات التكافؤ بوند بكون أربع روابط تساهمية زي ما أنت شايف أنه برضو الكاربون حوالي أربع إلكترونيات ومحتاج إلى أربع إلكترونيات أخرى سيأخذها من أربع ضرات من الهيدروجين ولاحظ أنه يكون هناك في عملية المشاركة والمشاركة لازم تكون الأسهم في الاتجاهين المتعكسين بمعنى أنه الكاربون سيشارك والهيدروجين أيضا سيشارك في نفس غير عن الرابط التساهمي قلنا بنوردنز برمز واحد فقط لأنه فقط بيطلع من أحد الضرتين إلى الأخرى الترانسفير لكن هنا شارك بمعنى أنه كل ضرة من الضرتين ستشارك في الإلكترون بتاعها وحيعطينا الكاربون لحوالي أربع من الهيدروجين وإذن في حوالي أربع روابط تساهمية وحدية فور سينجل كوفيرانت بونس إذن بنستنتج من الحالات الثلاثة إنه ممكن إنه العنصر يكون أربع روابط سينجل كوفيرانت المنظم ما يكون إش حوالي أو عليه أي نون بوندين إلكترونز ممكن يكون في زوج من النون بوندين إلكترونز فقط وممكن يكون عندي زوجين من النون بوندين إلكترونز حسب اللي هو التكافؤ وحسب العلاقة ما بين اللي ودرتين المساهمتين في هذه الرابطة الآن ناخد السؤال بقول درو لويس structures for the simplest binary compounds that can be formed from the following pairs of non نون متلز إذن الاثنين حيكون نون متلز لأن احنا نتكلم عن رابطة تساهمية من نيتروجين والآيودين والاثنين نون متلز برضو الصلف والهيدروجين اثنين نون متلز بنا نشوف كيف الرابط تحصل بينهم طبعا اول شي طبعا لازم نكون نحن عارفين اللي هو جديش تكافؤ النيتروجين وتكافؤ الهيدروجين وكذلك الصرف والهيدروجين وهذه اشياء ضرورة انك تكون عارفة اولا هنشوف النيتروجين النيتروجين بيجع في المجموعة الخامسة وحوال خمس الكترونات والآيودين بيجع في المجموعة السابعة في المجموعة الهالوجيالات وحوال السبع الالكترونات في المستوى التكافؤ بتاعه الان النيتروجين هذا عشان انه يكتمل ويصير اكترة نمبر محتاج فوق الخمس اللي معاه كمان الى ثلاثة اخرى يشارك بهم اذا حيشارك مع ثلاث ذرات من الايودين وبالتالي حيشارك معه ثلاث الالكترونات اذا خمس وثلاث الالكترونات بيصير هيك الثمانية اذا لو طلعنا على النيتروجين حواليه ثمان الالكترونات وكل واحدة من الايودين حواليها ايضا ثمان الالكترونات اذا اصبح كل من النيتروجين والايودين اللي هو في حالة استقرار وبنرسم هذا الكلام وبنعبر عن بدايش الايودين وكل الظرات الاربع اذا الآن كل من الظرات الآيودين حواليه كل واحد ثلاث من الازواج اما ان يتروني حالي الزوج واحد من النون بوندينج الكترونز طبعا ضروري جدا انه نحن نفهم النون بوندينج الكترونز لها دور مهم جدا بعد هيك في تحديد شكل الجزء طبعا لما نجي نرسمه لاحظ انه زي ما انت شايف يعني هنا حضرت لك دوائر كل حوالي كل ضرة عنصة من الضرات هنا في دائرة هذا الدائرة لو انت جيت عدد عدد الالكترونيات حتليقهم ثمانية في كل دائرة اي بمعنى انه كل واحد من الضرات حواليها ثمان الالكترونيات نجي نرسم نفسه ايضا للعلاقة المركب اللي بتكون من السرفر والهيدروجين السرفر في المجموعة السادسة حوالي 6 الالكترونيات والهيدروجين في المجموعة الاولى حوالي كل ضرة الالكترون وبالتالي حيشاركوا مع بعض وحيعطيني اللي هو جزء اللي هو الهيدروجين السالفايد والهيدروجين السالفايد زي ما انت شايف انه الكبريت بيكون مع كل ضرتين الهيدروجين رابطة تساهمية بيكون معهم رابطة وبيضل حواليه اللي هو زوجين من الكترونيات غير المشاركة وهذا بيشبه الى حد ما اللي هو جزء الماء جزء الووتر طبعا البراكتكال سالسايز 5.1 هو بتكلم عن نفس العملية وبقول لك برضو ارسم درو لويس استراكشز طبعا احنا بتكلم مع بايناري كومباون لسه ما ما زلنا بتكلم عن بايناري كومباون زي اللي كومباون اللي اذاكركوا فيها اللي بتكون من اللي هي عنصرين المتحدين مع بعض فقط ذات كان بي فورم دفروم ذا فولوينج بيرز اللي هو واعطاني اللي هو زوج من الكترونات غير المشاركة اما ما بين الاكسوجين و نكلورين لاحظ كمان انه الاكسوجين في المجموعة السادسة اذا حواليه ست الكترونات اذا ما يحتاج عندي الى اه اتنين الكترونات عشان يصل الى حوات اللي بشارك معه في هذا الحالة اه الكلورين وبالتالي حنلاحظ انه او حواليها اكلور حواليها اكلور ثانية ويعطيني في هذا الحالة اكسوجين حوالي وحوالينا الاكسوجين وحوالينا اكسوجين الوطوبية افنان بوندنج الالكترونات اه الان نشوف كمان اللي هو الرابطة ايش نوع الرابط السنجل والضبل والتريبل كوفيرانت بوند اللي احنا تكلمنا عليها كبير شوية انا ذكرتها والان بحاول ان اشرحها اول حاجة الرابطة التساهمية الوحادية اه ايش تعريفها بنقول الرابطة التساهمية الوحادية از اكوفيرانت بوند انواتش تو اتمز شير دارتين بساهمه في زوج واحد من الالكترونات اما الضبل بوند از اكوفيرانت بوند انواتش تو اتمز ار شير تو بيرز اف الالكترونات يعني انو دارتين بساهمه بزوجين من الالكترونات اما التريبل بوند اللي هو عبارة عن الكوفيرانت بوند انواتش تو اتمز اه شير ثري بيرز اف الالكترونات اذا كل إدارتين بسهمه بثلاث أزواج من الإلكترونيات سنأخذ أمثلة على هذا الشيء مثلا لو جينا لجزء النيتروجين انتو جزء النيتروجين طبعا النيتروجين زي ما قلتك أنه في المجموعة الخامسة ومدام هو في المجموعة الخامسة إذن بيحتاج بحوالي خمس إلكترونيات وبيحتاج كمان إلى ثلاث إلكترونيات عشان يصل إلى حالة الاستقرار أي يصل إلى حالة الثمانين إذن الآن كل واحد من ضرتين هيدروجين سيساهم بثلاث إلكترونيات زي ما انت شايف في الجزء هنا إذن كل واحد منهم ساهم بثلاثة من الإلكترونيات هاي النيتروجين مع النيتروجين وحواليهم ثلاث أزواج أو بينهم ثلاث أزواج من الإلكترونيات سنعبر عليها بثري داشز أي تريبل بونت أيضا لازم نتلاحظ النيتروجين كل واحدة من النيتروجين حواليها اللي هو زوج من الإلكترونيات كل واحدة من الهيدروجين حواليها زوج من الالكترونات غير المشاركة غير المشاركة في الضر الآن نأخذ طبعا جزء آخر زي الكاربون مع الهيدروجين في جزء الميثان في جزء الميثان لاحظ أنه أو في جزء عفوا في جزء الاسترين اللي هو C2H2 لاحظ أنه كاربون كاربون هيدروجين لأنه جزء الميثان وهو عبارة عن C2H2 سنرى العلاقة أو الرابطة اللي بتتكون ما بين كاربون كاربون بند والعلاقة اللي بتكون ما بين كاربون كاربون هيدروجين بند وطبعا زي ما انتهى شايف الكاربون مع الهيدروجين هكوين هذه اول رابطة إذن لازم يكون طبعا الكاربون حواليه اربع روابط اربع روابط تساهمية هيراح منهم رابطة ايضا هيضل تلاتة اذا التلاتة روابط تساهمية حتكون مع اللي هو ذرة الكاربون الاخرى اذا هيعطيني سي سي وحوالينهم ست الالكترونات ما بينهم وحوالينه ايضا الهيدروجين كل واحدة حواليها الزوج من الالكترونات اذا الان لو حجينا نحسب عدد الالكترونات اللي حوالين الهيدروجين هنلاقيهم اثنين وهيكا باستقر هنلاقي الكاربون حواليه 6 8 الكترونات هاي اثنين وهي 6 هاي 8 الكترونات اذا هيعطيني سي تلبل بوند سي اه اتش اتش اذا هيكون في عندي اللي هو ما بين الكاربون انا طبعا لما بدأتكلم عن السينجل او او تلبل بوند في هذا المركب تتكلم عن اللي رابطة ما بين الكاربون كاربون اذا ان في退 tile في هذه الحالة هيكون عندي اه رابطة ثلاثية تلبل كوفيرانت بوند اما ما بين الهيدروجين والكاربون اه سينجل كوفيرانت بوند اه نوخت جزء اخر زي ال اتش سي ان الهيدروجين سيانايد الهيدروجين سيانايد ايضا ما بين الكاربون والنيتروجين ايضا triple coherent bond triple coherent bond وحيكون له carbon nitrogen triple coherent bond carbon hydrogen single bond لكن في هذا الحالة nitrogen حواليه زوج من non bonding electrons لكن في المثال الأول لا كان حواليهم أي non bonding electrons نأتي لجزء carbon dioxide أيضا carbon dioxide هيكون ما بين نفس الطريقة ما بين carbon oxygen double bond ما بين carbon oxygen هيكون double coherent bond وحوالي الضرة المركزية ما فيش أي الكترونات غير مشاركة no non bonding electrons أما حوالي الضرات الفرعيتين اللي هو الاكسجين هنا والاكسجين من ناحية ثانية حوالي كل واحدة اللي هو زوجين من non bonding electrons الآن حنشوف الviolence electrons and number of covenant bonds formed إذن الإلكترونات التكافؤ وعدد الروابط التساهمية اللي بتتكون في هذه الحالة فمثلا لو جينا للأكسجين لو جينا للأكسجين هنلاقي إنه الأكسجين طبعا في المجموعة الساسة والتكافؤ تعوث إلى ثلاثة إلكترونات إذن حيكون three single covenant واحد اثنين ثلاثة three single covenant او يكون one single covenant وضبل أو أو single covenant أو يكون triple covenant إذن لازم تعد في كل في الأشكال الثلاثة هنا إنه لازم الروابط تكون ثابت عددها هنا هنا ثلاثة منفردات هنا واحد واثنين ثانيين منزوجين إذن حيكون ثلاثة وهنا ثلاثة مع بعض إذن هنا فيه ثلاثة روابط ثلاثة روابط ثلاثة روابط عدد الروابط لجب أن يكون ثابت أما بالنسبة للكربون وطبعا الكربون اللي هو بيكون سلسلة كبيرة جدا من المركبات ولذلك يعني أفرد له علم خاص اللي هي الورغان الكيميستري أو برانش من الكيمياء اسم الورغان الكيميستري بيعتمد كله على ذرة الكربون هنا ذرة الكربون ممكن تكون أربع روابط تساهمية أحدية إذن حيكون four single covenant أو كون two single covenant وone double bond أو كون two double bonds أو كون one single covenant وone triple bond لكن برضو في الحالات الأربعة أنت شايفها برضو لازم يكون في حوالين الكربون في أربع روابط إذن هنا أربع روابط أيضا هنا أربع روابط أربع روابط أربع روابط إذن عدد الروابط يجب أن تكون ثابتة الآن هنتكلم عن اللي هو الـ coordinated covenant هو عبارة عن نوع من الرابط التساهمية يعني هو ليس نوع منفردا زي ما قلنا ايونيك وكوفيران بون بش حاجة اسمها coordinated كوفيران بون يعني في بند لحالها لا هي تابعة إلى الرابط التساهمية لكن في الرابط التساهمية لأنها تقدمت عليها قبل هيك النورمال وكوفيران بون كلها كانت عبارة عن أنه ضرات بتشارك كل واحدة ب يعني بالالكترونات كل ضرات من ضرات بتشارك بالالكترونات بتاعتها سواء كان double أو single أو double pairs of electrons أما في حالة coordinated equivalent ones أنه أحد الضرتين هي فقط التي تشارك بزوج الالكترونات أما الضرة الأخرى هتوفر لها الوربت عشان هيك اللي بنقول الـ coordinated covalent هي عبارة عن الـ covalent بون عشان هيك تسميتها coordinated covalent بون إذن الرابط التناسقية التساهمية الرابط التناسقية إذن هذا الرابط تسميها الرابط التناسقية إذن بنقول is a covalent in which both electrons of a shared bears come from one of the two atoms involved in ضمن يعني زوج الإلكترونيات فقط بيجي من ذرة واحدة من الضرات المشاركة في الرابط نأخذ مثال على ذلك مثلا لو أخذنا اللي هو الهايبوكلوراس أسد والكلوراس أسد الهايبوكلوراس أسد HOCL والهايبوكلوراس أسد HCL O2 الكلوراس نيجي الهايبوكلوراس أسد اللي إحنا شايفينه هان الضرة المركزية هتكون هان في هذه الحالة هي الأكسوجين وبعدين هيكون حواليها كل من الكلور والهيدروجين لاحظ في هذه الحالة أنه الأكسوجين هنا حواليه اللي هو 6 إلكترونات الأصلية تاعته إذن هو يحتاج إلى 2 إلكترون طيب الآن حواليه 6 إلكترونات هنأجي نقول والله أنه هاي 2 4 وهاي 2 6 1 1 1 1 6 إذن الهيدروجين شارك مع الأكسوجين برابطة والكلور شارك مع الأكسوجين برابطة إذن هذه برابطة أي بإلكترون إذن صار ما بين الأكسوجين هيدروجين رابطة تساهمية وما بين الأكسوجين مولكلور أيضا رابطة تساهمية إذن الرابط هنا كلها كوفيران طيب نأتي إلى الكلوراس أسد الكلوراس أسد لاحظ كمان بيصير عبارة عن أكسوجين HCl هذا نفس الجزء الجزء اللي هنا ونفس الجزء الفائق بكلوراس أسد لكن إيش اللي زاد زاد عندي إيش الأكسوجين الثاني اللي هو في الكلوراس أسد زاد الأكسوجين الثاني هنا طبعا اللي إحنا هنتحدث عن الكوفيران الرابطة زي ما قلت لك هنا رابطة طبيعية جدا ما فيش فيها أي مشكلة الرابطة الثانية برضو نفس الكلور الكلور طبعا كان حوالي اللي هو قديش كان حوالي سبع إلكترونات ساهم مع الأكسوجين ساهم مع الأكسوجين ب إلكترون والهيدوجين ساهم برضو مع الأكسوجين بإلكترون إذن صار الرابط هذه هي نورمال كوفيران زي ما انت شايف الآن طبعا الكلور هذه الآن هي مكتفية صار حواليها 8 إلكترونات طبيعية ما فيش مشكلة طب الأكسوجين الثانية حواليها 6 إلكترونات هاي هم حطينا الإلكترونات بشكل مخالف اللي هي الأكس إكس زي ما تشوف عبرنا على الإلكترونات بالإكس عشان ميزة معانا الضتس اللي هي تاعت الإلكترونات تاعت الكلور طيب الآن كيف الرابط هتتكون طبعا ما هذا عنده ستة طب هو هيشارك مع بعض مع الكلور طبعا لو شارك ما بزيد عدد الإلكترونات الحوالي الكلور بصير 9 وهذا الكلام ما بصير إيضا الأكسوجين برضو مش هيقدر حيصير عنده إيش 7 برضو إذن اللي يحصل في هذه الحالة إنه الكلور نفسه هذا حيساهم بالاثنين إلكترون الموجودين هنا هذول الاثنين الإلكترون الموجودين ما بين الأكسوجين ولكلور حيساهم فقط فيهم الكلور ويشارك فيها مع ضرة الأكسوجين إذن حيصير حوالين الأكسوجين الآن اللي هو رابطة هذه الرابطة بنطلق عليها الرابطة التناسقية لأنه فقط الذي شارك فيه الزوج من الإلكترون اللي هو الكلور والأكسوجين فقط وفر له الأوربيت اللي يدكل فيه هذه الإلكترون عشان هيك تسميت الرابطة هذه رابطة تناسقية طبعا بالشكل الفراغي ما فيش أي فرق ما بين الرابطة الريجولار كوفيلانت سينجل بونت اللي هي رابطة طبيعية التساهمية أو ما فيش أي فرق بين الاتنين في الظاهر مثلا لو احنا اخذنا اللي هو زي اكس مع واي هنا طبعا كل واحدة فيهم فيها إلكترون وحسا ساهم بإلكترون وحيعطينا الشكل البيضاوي هذا اللي اكس والواي اعطانا اللي هو الشكل البيضاوي بينهم ايش اللي هو الاتنين إلكترون ما بين الاتنين والواي تعال نشوف في الحالة الثانية في الكوردينيات الكونفيرانت سينجل بونس برضو نفس العملية لو انت طلعت على الظرة اكس والذرة واي الظرة اكس موجودة فلد اوربيتل ما ممتلئ الوربيتل بتاعها اما هنا فيكنت اوربيتل الوربيتل تاعها ما فيش فيه ولا إلكترون هنا ما فيش إلكترونات وهنا فيه اتنين إلكترون إذا هذا ستساهم مع هذا وحيعطينا نفس الشكل نفس الشكل اللي هو في حالة الريجولار كوفيرانت بونت إذا الريجولار كوفيرانت بونت وكوردينيات كوفيرانت بونت فراغيا ما بيختلفوش عن بعض ايضا هنيجي نتكلم عن اللي هو الروابط الموجودة ما بين الجزء اللي هو N2O N2O لاحظ الـ N2O هنا كل واحدة من ضراتين نيتروجين ساهمت ما بينهم وما بين الثانية بثلاثة إلكترونيات إذا صار بينهم اللي هو ستة إلكترونيات ما بين الضرتين إذا رابط التساهمية الثلاثية إذا التريبل كوفيرانت بونت طبعا نحن الآن اعتبرنا أنه الأكسوجين هذا بش موجود إذا الجزء لأنه النيتروجين هنا زي النيتروجين هذا حوالي إثنين إلكتروني لأن كل واحدة من النيتروجين حواليها خمس إلكترونيات وكل واحدة شاركت زي ما أخذنا في السابق أو قبل قليل كل واحدة منهم كانت بتشارك بتلت إلكترونيات إذا صار الآن الضرتين مستقرتين وعطانا N2 وهو جزء مستقر وموجود داين نيتروجين أكسايد في داين نيتروجين أكسايد أعطاني إيه شفية الأكسوجين هذا إلكترونات طيب 6 إلكترونات من وين الاتنين الالكترون عشان يستقر إذا الاتنين الالكترون حيساهم فيهم أحد درتين نيتروجين هنا حتساهم وهذا الرابط هنسميها اللي هي الكوفيرانت آه بنت كوردينيت هذا الرابطة وهذا الكلام طبعا لو انت برضو حسبته ما بين الكاربون والأكسجين حيعطيك نفس اشياء اتكلم الآن عن سيستيماتيك كيف احنا حنرسم للبركبات التساهمية اول حاجة نحوض القطوة والأولى انه نقول كالكورية يعني بدك تيجي تحسب ما بين مثلا عندي هنا انا ذرات في عندي ثلاث ذرات في عندي اتنين اكسجين في واحد كبريت بدنا نشوف حوالين الكبريت كم الكترون من الالكترونات التكافى المستوى الأقير اللي هو ستة في المجموعة السادسة والنيتروجين ايضا كل واحدة من النيتروجين حواليها ستة الكترونات اذا لازم اجمع اللي هو كل الالكترونات التكافى الموجودة كل الالكترونات التكافى الموجودة الكبريتة حواليها ستة زائد اتنين اكسجين كل واحدة عاولها ستة اذا اتنين في ستة باثناش زي ستة بيعطينا 18 الالكترون اذا في هذا الحال يعطيني ايش 18 الالكترون اذا اول شيء لازم تحسب جميع الالكترونات لجميع الذرات الموجودة في الفيرنس الشيء الثاني لازم تكتب write the chemical symbol of the atoms in the molecule in order in which they are bonded to one another بدك تكتب اللي هو رمز العناصر الموجودة عندك زي مثلا العنصر SO2 هنا بنقول انه ان ذي نبلاس السينجل كوفيراند بند انفولفين تو الالكترون بتوين ايش بير اوف بند اتمز لاحظ انه الكبريت هنا في ضرة واحدة من الكبريت وفي ضرتين من الأكسجين نخلي الاقل اللي هي الكبريت اللي هي حتكون اللي هي السنترال اتم ستكون سنترال اتم والاكسجين سيكون حواليهم طبعا لو احنا طلعنا رضو في ال اتش تو او مثلا هنلاقي انه الاكسجين هي ضرة مركزية وهذه الحالة تقريبا من الحالات القرائلة جدا انه الاكسجين يكون ضرة مركزية من حالات القليلة جدا ان الاكسجين يعتبر ضرة مركزية اذا بنقول هنا المركزية المركزية في ال او ثري لانه فيه عندي ضرة واحدة من الاس وفيه عندي ثلاث ضرة من الاكسجين الاكسجين هو اللي بيكون هنا في هذا المركب هو الضرة المركزية لانه فيش الاكسجين واحدة وفيه اتنين من الهيدروجين هنا حيكون البي مع ثلاثة من الفلورايد اه حيكون من الضرة الكنسجين هنقوم طبعا بالتأكيد اللي هو البي از دا سندرال اتم عشان هيكد بيقول انه ان ملكل الكمباونز كونتين هيدروجين اكسجين ان ان اديشنال اليمنت دا اديشنال اليمنت از دا سندرال اتم يعني لو كان مركب يحتوي على الاكسجين والهيدروجين يحتوي على اكسجين وعلى الهيدروجين اه ومعهم عنصر اضافي اديشنال اليمنت ال اديشنال اليمنت هو حيكون السنترال اتم يعني بش هتكون لا الهيدروجين ولا اكسجين لا هتكون ال اديشنال اليمنت هو السنترال اتم ناخد مثال على ذلك مثلا ان اتش تري مين يطرح هيكون فيهم اللي هو الضرة المركزية هتكون النيتروجين ليش لأنه الهيدروجين والأكسوجين مش هيكونوا ضرتين مركزيتين حسب الكلام اللي احنا قلناه الآن إذن النيتروجين هو الضرة المركزية هتكون هنا في H2SO4 سلفورك أسد برضو الضرة المركزية هتكون السلفر لأنه مع أكسوجين ومع هيدروجين إذن the oxygen atoms are bounded to the central atom and the hydrogen atoms الكاربون في حالة الكاربون هنا يعني تقريبا في جميع مركبات الكاربون الكاربون هو البكون الضرة المركزية يعني لا بكون للهيدروجين ولا الفلورين هو ذرات مركزية يعني هذولتين فيش امكانية يكونوا ذرات مركزية نيفر مافيش فيش امكانية الخطوة التالتية عشان نوصم المركزية اضع نون بوندنج الكاربون مثلا اطلع على الجزء يعني لاحظ انه النون بوندنج الكترون هذي الموجودة التلت ازواج الموجود باللون الاحمر وهنا النون بوندنج لو تلت ازواج الموجودة في اللون الاحمر الموجودة حوالين كل حوالي الضرة المركزية زي ما هو موجود في الجزء SO2 بيكونه طبعا مع بعض هنا الكله بيكون الاكتت نمبر وهنا بيكون اكتت نمبر لكن لاحظ انه الضرة المركزية حواليها اللي هو فقط زوجين اذا لازم يكون حواليها ثمن ازواج من الالكترونات لازم يكون حواليها ثمن ازواج من الالكترونات اذا لازم يكون عدد 16 الالكترون اذا الان انت من الالكترون الموجودين لانه عندك هنا في 8 وهنا في 8 اذا في عندك 16 الالكترون هن اللي استخدم طب وين الالكترونين البقيات لانه انا في عندي 18 الالكترون وفي حقيقة لانه الكبريد حوالي 6 في الاصل في الكوفيران وانص طاعته 6 في المجموعة السادسة وهذور كل واحدة في المجموعة السادسة اذا حواليها فيت عندنا 18 الالكترون لكن هنا احنا وزعنا اذا قديش وزعنا 16 الالكترون اذا نفضل فيه 2 الالكترون اذا 2 الالكترون هذولة كل واحدة من الالكترون اكتملت وكل واحدة من الالكترون هنا اكتملت لكن ضل الكبريد مش مكتمل اذا بزيد من عدد الالكترون اللي هو اتنين حنحطهم على الضرة المركزية زي ما هو موجود في الستيب فور. اذا نبليس اني ريمانين الكترونز اون ذا سنترل اتم اوف تا ستركشور هاي موجود الاثنين الكتروني احطناهم على الضرة المركزية. الستيب فايف. اف دير ار نط اناف الكترونز توقيف دا سنترل اتم انا اكتت. يعني لو ما كانش انو الضرة المركزية وصلت لحالة اكتت نمبر زي ما في هذا الجزء بالزبط وهذا وزعنا كل الاكترونات الان ما ضرب عندنا اكتروني هنا اذا اه هنا في ست الاكترونات فقط. لكن هاد الضرة مكازيرة متكتمل مفترض كما بدها اثنين الكلون. اذا يجوها اثنين الكلون من مين? اذا يجوها اثنين الكلون من احد الضرتين اللي حواليها من الاكسجيني هذا. او habla الاكسجيني. هاذا هتشارك معها بزوج من الاكترونات. اذا هتعطي اللي هو ظرة كبرية زوج من الكلون. وبالتالي هتكون معها رابطة رابطة كوردينيتد بونت كوردينيتد بونت زي ما هو موضح فيه الشكل هنا اللي هو اللون الأحمر إنه التو إلكترونز الموجودين هنا شاركوا مع اللي هو الكبريت والمشاركة هنا أجت من ذرة واحدة من الذرتين يعني الأكسجين لم يشارك إنما الذي شارك فقط في الاثنين الأكسجين إنه هو في هذا الحال الأكسجين إذن معنا ذلك الآن صار حوالي الكبريت اللي هو 8 إلكترونيات وحوالين كل من الأكسجين الأولى والثانية وارضو كل واحدة حواليها 8 إلكترونيات لكن في هذا الحال حيكون فيه عنده هنا double bond وهنا حيكون فيه single bond إذن S double bond O وهنا S single bond O نجد الآن طبعا يعني نشوف الstep 6 count the total number of electrons in the complete Lewis structure to make sure it is equal to the total number of valence electrons available for bonding تعالي يعني بدك تعد كل الإلكترونات وهنا تيجي تعد الإلكترونات حتلاقيها 18 إلكترونيات زي ما هو موجود هنا إذن S O 2 there are 18 valence electrons إذن هيك Lewis structure اللي هي إيش إذن إحنا شرحنا هيك كيف إحنا نرسم Lewis structure في الcovalent هذا الكلام ممكن طبعا إحنا نأخذ مثال على ذلك كمان نزيد في معلوماتنا draw Lewis structure for the following molecules في عندي بدي أرسم Lewis structure للموليكلز الموجودة عندي اللي هو BF3 و HCN أول حاجة أجل BF3 لما نتكلم عن BF3 طبعا لازم في البداية أحسب عدد الإلكترونات تركية تعالي إيش التكافؤ بأشوف مثلا ال B في أي مجموعة بلاقيه في المجموعة الخامسة إذن حوالي خمس إلكترونات وبطلع في ال F فأجده في المجموعة السادسة وكل واحدة من الثلاثة فيها سبع إلكترونات إذن الثلاثة من سبعة بواحد وجين زائد خمسة وأعطينا ستة وعشرين إلكترون إذن total the total electron count is 26 إلكترون step 2 بتيجي توزع الروابط الأساسية ما بين الضر الملكزية والضرات الفرعية إذن حطينا ما بين كل واحدة ما بين الضر الملكزية والضر الفرعية 2 إلكترون إذن عدد الإلكترونات اللي الآن إحنا كتبناهم بسو كام بساوي 6 إلكترونات 6 إلكترونات إذن أخذنا هذه 3 أزواج من الإلكترونات هذه الزوج 2 3 إذن عندي 6 إلكترونات 8 إلكترونات الآن بـ 24 إلكترونات إذن ضر من 26 إثنين إلكترون إذن 2 إلكترون بحطهم على الضرة المركزية والآن لما أجي أحسب الضرة الفرعية الضرات الفرعية والضرة المركزية كل واحدة لازم تكون محتوية على عدد من الإلكترونات يساوي 8 إلكترونات إذن توقع واحدة وصلت إلى لكترونات إذن تصارج في حالة الستيبل إذن معنى ذلك بنرسم اللوسي السترقشور لهذا اللي هو الشكل النهائي الموجود عندي هذا اللوسي السترقشور أو بعد هيك لو أنت بدك تعمل عملية تحسين للعملية ممكن نقول أنه F في رابطة وهنا رابطة وهنا رابطة وبعد نخلي عدد الإلكترونات الموجود في كل واحدة كما الضرة الملكازية هي الكاربون وحوالها النيتروجين وحوالها الأكسوجين نحط الروابط الأساسي ما بين الكاربون ونيتروجين وبيكان بهيدروجين إذن هانا 2 إلكترون 2 إلكترون العدد لكل الإلكترون كان 10 أخذنا منهم الآن قديش أخذنا منهم 2 إذن حيكون في ضايا 6 إذن الست هذول هنحط على الضرة الفرعية النيتروجين إذن هيك ستصير النيتروجين حوالي 8 إلكترون والهيدروجين حوالي 2 إلكترون وهذول الـ 2 مستقرين أصبحوا لكن لما تيجي الكاربون حوالي 2 و 2 و 4 إلكترون إذن هو غير يعني مستقر عشان تصير مستقر في هذه الحالة لابد أنه زوجين من الإلكترون الموجودة على النيتروجين تيجي كلهم من النيتروجين وشاركوا مع الكاربون وحيعطينا هنا ثلاث أزواج إذن لو حل